الكتابة بالصوت وتفريغ الفيديوهات وترجمة الفيديوهات على نظام ويندوز وعلى نظام ماك حالة مميزة جدا هتشوفوها معايا النهاردة السلام عليكم معاكم محمود عمران وأهلا بيكم في فيديو جديد خلينا نشوف مع بعض تحديث مهم جدا لتطبيق سبوكنلي على نظام ماك وبعدين نروح على التطبيقات المميزة الموجودة على مايكروسوفت ستور لعمل ترانسكريبشن أو ترجمة على نظام ويندوز خلينا نفتح الأول سبوكنلي الحقيقة سبوكنلي حاليا هو التطبيق الأساسي بالنسبة لي وهستغنى عن تطبيق فيب المجاني وهنتقل أو انتقلت بشكل رسمي خلاص لسبوكنلي وده للأسباب التالية أنا توصلت مع المطور عشان أفهم منه خطته في إضافة مشتريات بداخل التطبيق أنا مستغر بأن التطبيق مجاني وجواي إحساس أن التطبيق ده هيتضاف لي مشتريات لأنه مش طبيع أن يكون تطبيق بالكواليتي دي وبالمزايا دي حبا مجاني فتوصلت عشان أفهم القطط المستقبلية للتطبيق ده والمطور صراحة يعني شخص محترم جدا أنا قلت له مجموعة من الفيدباك من ضمن الحاجات اللي طلبتها منه كان دعم الترجمة مباشرة يعني لو المقطع باللغة العربية أقدر أعمل ترجمة مباشرة للإنجليزي كمان هنا طول المقطع في السبطيتل يعني عدد الحروف في كل مقطع أقدر أحددها دلوقتي وكمان السريتز عدد الأسطر في كل مقطع برضو الكلام ده موجود في فيب بس فيب مشكلته أنه هو من خارج الأب ستور فيعني مش أسلس حاجة إنما لما أنت تنزل تطبيق من جوة الأب ستور أنت بتبقى تحديثاتك من جوة الأب ستور والتطبيق ده أصلا خمسة ميجا في حاجة يميلة جدا غير أن التصميمه حلوة جدا كمان طلبت منه أن أنا أقدر أحفظ المودلز بتاعتي على SSD خارجي والحقيقة الراجل ضافت ثلاث تحديثات دول وكمان ضاف دعم اللغة العربية من اليمين لليسار يعني لو جيت عملت هنا ترجمة دلوقتي لو جينا هنا Transcribe File Choose File وبعد كده رحنا مثلا على المقطع ده وعملنا Open وضغطنا على Start Transcription هنستنى ثواني وهيجيب لنا الترجمة طبعا الترجمة هتكون إنجليزي مش عربي فأنا محتاج ألغي الترجمة الإنجليز طبعا جيب دلوقتي الترجمة الإنجليزي بجملة قصيرة بس لو جيت هنا وعملت مثلا إلغاء وضغطت هنا ولغيت الترجمة الإنجليزي بالشكل ده وعملت Choose File واخترت نفس الملف وعملت Open وعملت Start Transcription أنا حاليا بعمل ترجمة على الأوفلاين موديل فالأوفلاين موديل ده هيفضل مجاني في التطبيق على طول المطور المشتريات اللي هتضاف للتطبيق هتكون لأبي آي الناس اللي حابة تستخدم أبي آي فدي نقطة مهمة جدا هنا جاب الكلام من الليمين لليسار ودي حاجة ممتازة هنا Segments هنا Subtitle شيء مميز جدا جدا فكمان تقدر توصل من خلال General Settings للإعدادات الخاصة بالوسبار Configuration من هنا تقدر توصل للإعدادات الخاصة باللغة وكمان الترجمة وكمان طول المقطع وعدد الأسطر وكمان الفولدر اللي هتحفظ فيه الموديلز بتاعتك دلوقتي بقى انت مش مضطر ان انت تحفظ موديل واحد لأ انت ممكن تضيف موديلز كتير جدا يعني أنا هنا في سبوك اللي بستخدم اتنين موديل الموديل اللارج في سري واللارج في سري تيربو الاثنين دول مميزين جدا واحد تلاتة جيجا واحد جيجا ونص ودول بستخدمهم على الاس اس دي الخارجي مش محتاج أن يكونوا موجودين عندي على الماك ودي حاجة طبعا ممتازة جدا فدلوقتي زي ما انتم شايفين كل المزايا اللي أنا كنت بستخدمها على تطبيق Vibe زي موضوع الترجمة ولو جينا هنا مثلا نشوفنا الخصاص الموجودة هنا زي موضوع الترجمة وتحديد الجملة وكمان السريتز المزايا دي موجودة دلوقتي في سبوك اللي بشكل أساسي وشكل سهل وسلس وكمان تحديد الفقرات وكل الكلام ده فعشان كده صراحة أنا حاليا انتقلت بشكل رسمي على سبوك اللي والترجمة اللي هتشوفوه على الفيديو ده والفيديوهات القادمة هتكون على تطبيق سبوك اللي ده بخصوص التطبيقات أو التحديث اللي تم على تطبيق سبوك اللي وفيب أنا خلاص كده بالنسبة لي فيب على الماك مش محتاجه لان خلاص اسبوك اللي بقدم لي كل الحاجات اللي أنا محتاجة فخلاص كده فيب أنا مش محتاجه نروح بقى على ويندوز وعلى نظام ويندوز هنا الوضع مختلف شوية نظام ويندوز للأسف التطبيقات اللي بتعمل ترانسكريبشن مش أقوى حاجة ومش هتلاقي تطبيقات كتير ومش هتلاقي تنوع كبير زي نظام ماك فلو جينا هنا مثلا فتحنا تطبيق فيب ده طبعا متاح للويندوز ومتاح للماك ده أفضل تطبيق أرشحه بقوة لنظام ويندوز لأن التطبيق ده فيه ترجمة فيه تحديد الجمل وكمان الحروف وكمان الكتابة من اللي ميل اليسار وينزل على طول من يوتيوب مباشرة يعني طبعا أنا محتاجة أعمل أبديت لليوتيوب عشان ينزل المقطع ويعمله ترانسكريبشن مباشرة شيء مميز جدا ومبهر كمان لما دخلت على مطجر التطبيقات لقيت تطبيقين مهمين جدا جدا ركزوا بقى معايا عشان التطبيقين دي مهمين جدا أول حاجة ألو وزبر ده مجاني تماما وتقدر تضيف عليه موديلز كتير جدا وضغطت هنا على دولود موديل هيفتح لك هنا الموقع الخاص بالتطبيق وهتقدر تنزل جميع الموديلز الارش والميديم وكل حاجة تنزلها وبعد كده تضيفها للتطبيق بمنتهى السهولة المشكلة في نسخة الويندوز اللي أنا بستخدمها هي نسخة ويندوز مبنية على أرم يعني إيه؟ يعني النسخة دي مش مخصصة للإنتل والإيم دي عشان كده البرامج دي مش راضي تشتغل معايا كويس ومش عارف أختبر عليها عمل ترانسكريبشن فبالتالي أنا مش قادر أجرب لكم البرامج دي تجربة حقيقية ودي من الأسباب اللي بتخليني ما بشرحش تطباط ويندوز كتير لأن الويندوز اللي عندي هو ويندوز افتراضي مبني على معالجات أرم مش ويندوز حقيقي زي اللي هو الويندوز بتاع معالجات إنتل وإيم دي والكلام ده بس أنا حبيت أعرض لكم البرامج دي وإزاي تتعاملوا معاها وإنت بقى إيه؟ يعني يجرب بقى وإيه؟ يعيش بقى وظبط أمورك فهينا مثلا اللغة ممكن تغيرها بس إنت هتحتاج تكتبها إنجليز هتكتب إن عرب هتكتب AR وهو كده كده أصلا بتعرف على اللغة أوتوماتيك لو فعلت الميزة دي بعد كده بتيجي هنا تختار الملف بتاعك من خلال السهم ده أو النقاط دي وتختار الملف بتاعك بالشكل ده وبعد كده بتضغط على Run Whisper بالشكل ده المفروض أنه بيشتغل ولكن احنا قلنا نسخة الويندوز اللي عند فيها مشاكل فبالتالي مش هشتغل معي بس إنت لو الويندوز اللي عندك Intel أو AMD التطبيق ده يشتغل معاك بدون أي مشاكل نفس الكلام التطبيق ده بس تطبيق الويسبر ده مجاني تماما مفيش فيه أي مشتريات نهائي فده حاجة يعني من الحاجات المميزة أما بقى تطبيق اسمه Wisp التطبيق ده صراحة بيقدم لك حاجة حلوة لو دخلنا هنا على Outgrade هتلاقي أن التطبيق تقدر تشتريه بتسعة وتمانين جنيه فقط تسعة وتمانين جنيه فقط ماشي؟ بس لو أنت مش عاوز تدفع له فلوس برضو حقك هتقدر تستخدم التيني والبيز أما اللارج اللي هو أقوى موديل موجود في موديولات الزكاة الاصطناع اللي بتعمل لك ترسكريبشن مش هتقدر تستخدمه أو هتقدر تستخدمه لحد ديتين اتنين بس حتى أنا كاتب لك Large Limited يعني محدود بدييتين بس فبالتالي البيز هنا ده يعتبر Medium Model يعني الموديل البيز ده هيديك نتيجة يعني كويسة بس اللارج طبعا هو أفضل نتيجة فأنت لو حتاجت اللارج هتحتاج تدفع للتطبيق ده تسعة وتمانين جنيه على الستور المصري تسعة وتمانين جنيه يعني تقريبا حوالي يعني دولار وخمسة وسبعين سنت تقريبا فبالتالي انت دلوقتي يعني لو حابب ممكن تستثمر في تطبيق زي ده ولكن انا شايف عندك هو تطبيق مجاني تماما وعندك كمان هنا فيب أصلا أقوى واحد فيهم كلهم ومن خارج App Store أو من خارج Microsoft Store فبالتالي ده بالنسبة لك انا شايف هو لانت قدر تعمل ترسكريبشن لصوت أو فيديو أو حتى تنزل المقطع أو تدي له مقطع يوتيوب يعمل له ترسكريبشن مباشرة فصراحة ده الأقوى وده الأفضل من وجهة نظري والإعدادات بتاعته أصلا سهلة وسلسة وكمان هنا المدرس تقدر تغير المكان بتاعها لو انت عاوز تحفظه على الاسس دي خارجي فده هو الأقوى وده اللي أنصح به بشدة تاني Option أرشحه هو الو وزبر تالت Option أرشحه هو وز ولكن ده تحتاج انك تستثمر وتشتريه بتسعة وتمانين جنيه مصري ده طبعا في الاسطور المصري أما بقى في الاسطورات التانية ممكن تلاقيه ب 2-3-4 دولار الله أعلم يعني وبس كده زي ما أنتوا شايفين 3 تطبيقات على ويندوز منهم 2 مجانين تماما فيب وكمان الوزبر ووز وزبر سعره رخيص جدا على الاسطور المصري أو التركي وكمان عندك على الماك تحديث مهم جدا جدا لتطبيق سبوكلي وكمان تقدر تستخدم تطبيق فيب مجاني تماما بدون أي مشاكل أنت تقدر تقرر تستخدم ده أو تستخدم ده أو تستخدم ده وبس كده دي كانت حالة النهاردة أتمنى أنكم تكونوا استفدتم تحياتي سلام تحياتي سلام تحياتي سلام